يا سادة احنا عندنا مسيرة مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بينور قلوبنا وبينور بصائرنا ازاي نرى الحياة بانوار نظر الله الينا بالنعمة وازاي الله سبحانه وتعالى بيمد حياتنا بالخير والبركة والرحمة والخير والجمال ده بنعمله لما بنقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يقوتي يا جوامع الكلم من مدخل ينور كل جوانب حياتنا سواء كان المدخل ده مدخل نفسي او اجتماعي او اقتصادي او حتى تربوي او حتى كمان متعلق بالاحكام الشرعية وازاي نمشي في الحياة بكل هذه المداخل واحنا بيقودنا نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم واستلحنا على ان المسيرة دي اللي بنسرها مع حضرة النبي على انها مدخل بيجعل الانسان اكثر تحضرا واكثر رقيا واكثر كمان قربا من الاخلاق المحمدية المدخل ده سمينا المدخل الحضاري ومشينا وقرأنا حديث للرسول الله صلى الله عليه وسلم والنهاردة هنقرأ حديث عزيز على قلب كل انسان حديث مفروض كلنا نفهمه وننقشه على قلبنا عشان الحديث ده بيتكلم على قاعدة من قواعد الانسانية بأسرها واحنا ما نلتفتش اليه الحديث هو حديث سيدنا ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة واحدة ونسمع الحديث رب أشعث أغبر ضيط مريني مدفوع بالأبواب وفي رواية تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على الله لأبره رب أشعث أغبر ضيط مرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره انت قلت ان الحديث ده محتاجة الانسانية كلها وده ركني من أركان الانسانية آه الانسانية محتاجة منظومة قيم محتاجين نجدد منظومة قيم الانسانية فيه أشياء اختلت في حياتنا فيه أشياء تراجعت إحنا البناء آدم قيمته بتتراجع والمفاجأة أن قيمة الانسان بتتراجع مش لأن الانسان مش حاصل على وجهته مش لأن الانسان مش حاصل على الملك مش قادر يخلي العالم under control تحت سيطرته مش ده اللي هيحافظ على الانسانية فينا الحديث ده بالقيمة اللي بيجتمل عليها هذا الحديث هو اللي يحافظ على الإنسان باعتباره إنساناً باعتباره مكرماً باعتباره محفوظة العرض باعتباره مصونة دم باعتباره مأمونة الفكر محافظ على حرية تعبيره محافظ كمان على كل الحريات التي تتعلق به معقولة؟ الحديث بيتكلم عن حاجة وكأننا كلنا عارفنا او